السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا ويا رب دايما بخير قبل كل شيء نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ايه معنى او ايه تفسير رؤية ان انا رايح لعمرة العمرة من الرموز المحمودة جدا ولكن على حسب حال كل شخص ليه لان العمرة لو انا مكروب وشفت ان انا رايح للعمرة ده معنى ان انا حيطرق علي تغيير وحيطرق علي تعديل لحياتي كلها بس التغيير ده للأفضل لان العمرة هنا بمعنى التعمير او تبديل الحال للأفضل باذن رحمن لو شخص مقصر وشاف ان هو رايح للعمرة او انه بيستعد ليها ده بالنسبة للمقصر ده معنى انه الشخص ده لازم انه يتقرب لله ولازم انه يحسن علاقته بربنا الفترة اللي جاية فدي بتعود على ضرورة التقرب لله الفترة المقبلة لو بنت عزباء وشافت ان هي رايحة للعمرة ده معنى ان هي مقبلة على خطوبة وخطوبة هتكون قريبة باذن الرحمن لو شافت ان هي راحت بالفعل فده معنى ان الامر ده مش هياخد وقت كبير لأ هي الخطوبة هتتيسر لها وحتكون قريبة جدا باذن الرحمن طيب لو حد بقى مريض وشاف ان هو رايح للعمرة ده معنى ايه المريض اللي هو في وضع طبيعي مش اللي هو في حالة ميقوس منها او حالة شديدة لما نشوف انه رايح للعمرة ده معنى ان فيه طولة عمر وفيه تغيير في حاله باذن الرحمن وفيه تحسنات طيب لو مريض بقى بشيء ميقوس منه او لا قدر الله الامور يعني اللي هي زي ان حد في امر يعني الاطباء يقسوا منه وشفت انه هو رايح للعمرة ده معنى ايه ده معنى انتهاء عمر او انتهاء اجل فهنا ما بتكونش محمودة هنا بتكون تحذير او بتكون تنبيه للرأي انه خلي بالك انه الشخص ده خلاص يعني اقترب من انتهاء الاجل طبعا والله اعلى واعلم كمان الاستعداد للعمرة ولكن بقى للشخص الملتزم يعني لو حد ملتزم ولكن هو ما شافش انه راح لعمرة او شاف انه بيستعد ليها ده معنى ايه ده معنى ان الشخص ده يستعد لانه فيه مرحلة جديدة من حياته هتبدأ ولكن مرحلة هنا بدايتها سرور يعني الشخص ده الفترة اللي جاية فيه بداية حياة جديدة ليه اذا كان هو بيعاني من كرب بيعاني من هموم بيعاني من سوء الرؤية بتبشره ان اللي جاي انفراجة وانه اللي جاي افضل من كل ما مضى دي بداية حياة جديدة وحيكون فيها تغيرات كبيرة جدا الفترة اللي جاية طيب لو انا بتمنى زرية وشفت نفسي ان انا رايحة للعمرة ده معنى ايه لو انا بتمنى زرية وشفت الامر ده بس انا ما روحتش ده هنا معناها ان عليك وعلى السعي لان ده معناه ان السعي ده حيكلل بالنجاح وانك حتنول مرادك بإذن الرحمن فهنا بتكون تنبيه ان انت اسعى ده طالما ان انا ما روحتش طيب لو شفت نفسي بقى وانا اصلا بتمنى زرية ان انا في العمرة ده هنا معناه ايه ده هنا معناه بشرة وحتقر عينك بيها فانت حتشهدي زرية بإذن الرحمن بالفعل فبتكون بشرة بانه الامر ده هيقضى وحيقضى قريبا بإذن الرحمن ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام